الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أما بعد مستمعي الكرام ما زال حديثنا عن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موصولا حيث بينا أن رسالته إنما هي خاصة بعدما تكلمنا عن رسالة الأنبياء والمرسلين في هذا الزمن الذي تهافت فيه أعداء الله ورسوله على رسالة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فخصصناها في هذا المقرر بالبيان والتوضيح وفي هذه النقطة نتكلم عن عموب رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين إذ إن كثيرا من أولئك المدعين للعلم والوعي والفكر المادي إنما يعتمدون على ماديتهم فيطعنون في عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين أي إلى الجن والإنس على السواء لكننا نقول إن رسالته عامة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بها وقد جعل الحق تبارك وتعالى حبيبه محمد مرسلا إلى جميع الناس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ومن بين تلك الخصائص عموم الرسالة وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أما أدلة القرآن في كثيرة ومنها وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ النبي هنا يشير إلى أن رسالته بوضوح وبصراحة إلى الناس عامة إلى الناس جميعا أيضا ما جاء من كتب ما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخاصية فقال في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة إن هذه الأدلة القرآنية والنبوية إنما هي سهام نوجهها في وجه أولئك الذين يطعنون في هذه العمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين بقيت لنا نقطة أساسية في هذا الجانب وقد أشرنا إليها في بعض المواطن ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأيضا هو أفضل الأنبياء على الإطلاق إذن نقطة تاني هنا ختم النبوة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا أفضلية النبي على سائر الأنبياء والمرسلين أولا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين نعم يجب على المسلم أن يعتقد أن محمدا هو خاتم الأنبياء والمرسلين والنصوص القرآنية قد دلت على ذلك منها قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختم النبيين النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأنبياء جميعا وكما جاء في الحديث السابق أيضا النبي هو أفضل الأنبياء على الإطلاق فمما لا شك فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين ففي الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الأفضل على الإطلاق وهذا مما لم يدفع به النبي من تلقاء نفسه ولم يقل به النبي من عندياته وإنما هو وحي الله الذي أوحى به الحق تبارك وتعالى إلى أنبيائه ومرسليه وإلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكمل إيمان العبد برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يقر ويعترف بهذه الحقائق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تفضلوني على موسى فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش هذه الرواية قد يفهم منها أن النبي يرفض أنه أفضل الأنبياء والمرسلين ومع هذا فإن ظاهر النصوص ربما يؤكد التعارب وهذا ما ليس بصحيح فالجمع بينه وبين ما سبق أي بين هذه الرواية وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة فإن الجمع بينهما نقول أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول وهذا لم يكن أبدا سلوكا ولا مبدأ ولا خلقا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بل إن التفضيل هو وارد من الله الواحد الأحد وليس للنبي دخل فيه